السلام عليكم بروكا بصحة والسلامة اليوم ان شاء الله سوف نحضر جميع جزين بيتزا خفيف فم فش فش كي يجي مهوي و مقرمت من هنا من هار جربتو اول مرة بقى هو المعتمد عندي ساهل مكونات موجودة في كل بيت بخاتيك كيوجد بسرعة والاهم من هذا كيبقى 48 ساعة فتلاجة قبل ما نبدأ وبغيت نشكركم بزاف على تعالقكم زوينة والموشيشيعة و مرحبا بالنس اللي كيزور القناة اول مرة ديروا لايك و اابوني و فعلوا الجرس باش يبقى وصلكم دائما الجديد ديال بالنسبة للعجين غنحتاجوا فيها 300 جرام دقيق ابيض متعدد للاستعمالات للاحظة هنا غنعطيكم ان شاء الله المقادر مضبوطة باش تنجح معاكم اهد العجين و 100 جرام ديال فينو يعني ساميد ناعم جدا و 100 جرام دقيق قم حم غربل اللي كيكون بيض بلن خالة و 30 ميلي لتر ديال زيت نباتية و بالضبط 6 جرام ديال خميرة الحبيبات يعني خميرة الخبز و محلقة صغيرة تسانية و رشيشة الملح و 300 ميلي لتر ديال الماء دافي سوف نأخذ البولد العجينة و إذا لم تتوفرها لديك تقدريت عجنيها بيتك صافي عادي و نضيف الماء دافي ما يكونش سخون بزاف غير دابل جو بارد كون كان الصيف كنت نستعمل الماء عادي من روبين و نضيف الخميرة حبيبات و نضيف ساندة نخلط هذه العناصر مزيدة و من بعد نجعلها ترتاح قليلا لبال ما تفعلها الخميرة و نزيد النواشف يعني الضقيق الأبيض و في نور قمح الخلطة ديال هاد الضقيق و في نور قمح كتخلي هاد الهاجين كي يجي خفيف و ماشي مدقص أو لمعجن و من بعد نضيف الملحة و الزيت البلدية تقدروا تعوضوها بالزيت نباتية أو زبدة دايبة بالحق تبقوا في نفس القياس سوف نجعل هذه العناصر تعجين مزيدة و تدلك مدة 10 دقيقة بالضبط كي تنجح معنا هاد العجين و من بعد نأخذ شوية ديال دقيقة القمح سوف نرش به سطح العمل و ننزل العجين ديالي كيف كتشوفو كي يجي خفيف بزيف و كيتلصق و هذا ثاني سر من بي الأسرار كي تجينا هاد نجحة و خفيفة و هنا قدروا تستعملوا سباتيول أو لد دهنو بشوية الزيت و نحاول نجمع العجين ديالي مزيان و كيف كيف لكم راح تدلك مزيان و لا تدريد و لا تدريد و قدروا تسلح و لا تسلح و انا دائما كنبسط لكم و انا شرح لكم من القلب باش نجح معاكم الوصفة كيف مكانت قسمت العجين على الجوج و انتم تقدروا تشكلوها كيف بغيتوا تقدروا تشكلوها بيزاة صغار فرضين و نديرها في البلد بحال هذه تكون كبيرة و دهنتها مزيان بالزيت النباتية و اذا تريدوا تدريدوا بالزيت البلدية تكون حسن و نغطيها بالبلاستيك غدائي و دروري هذا البلاستيك لا يقش لوجه العجين و نجعلها في كلها مدة 48 ساعة و لاكتر علشان انا قلت لكم بخاتيك خاصة في شهر رمضان ان شاء الله ركتها جنيعة في الصباح و احتي قرب الفطور و تشكلها و طيبها ان شاء الله سوف ترى معي من بعد سوف ترطب بالزربة عشان دقيق كافية و هذا هو الشكل ديالها بعدما سوف ترتاح ليلة كاملة في الثلاجة سوف تكون خفيفة و مهوية ان شاء الله في الفيديو القديم سوف نقدم بهذا العجين بيتزا شوار مرائعة و لديدة وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى الوصحة و دعموا كيفما ديما بلايك و فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد يالي